بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين وبعد فهذا هو الدرس الثامن والسبعون من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض العلامة الشيخ شمس الدين أحمد بن سليمان ابن كمال باشا الحنفي شرح رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما آمين آمين وصلنا إلى قوله رحمه الله باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائل الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أيًا كان وصف المؤمن وجب عليك أن تتواضع له وقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشد يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب للدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحد على طعام مسكين قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين أي لي جانبك لهم وارفق بهم بالمؤمنين كن بالمؤمنين رفيقا قال الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلا في التواضع ولين الجانب ومنه قول بعضهم وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تكون في رفعه أجدلا ينهه على التكبر بعد التواضع قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم سبق تفسيره في الباب قبله قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم أي لا تذله ولا تنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به وهذا خطا طرعا لجميع المؤمنين من خلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلامة قال قتادة كل اليتيم كالأب الرحيم فلا تقهر أي لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه وفي قراءة ابن مسعود فلا تكهر وهو أن لا يعبس في وجهه فلان ذو كهر أي عابس الوجه دائما هكذا مقطب حاجبين قال منه الخبر الله الله في من ليس له إلا الله 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 يعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا غضب الله اتقوا عذاب الله اتقوا انتقام الله في من ليس له ناصر إلا الله ومنه حديث موسى عليه السلام حين قال بما نلت ما نلت قال أتذكر حين هربت منك السخلة فلما قدرت عليها قلت أتعبت نفسك ثم حملتها فلهذا السبب جعلتك واليا على الخلق لأنك رحيم فلما نال موسى النبوة بالإحسان إلى الشاهد فكيف بالإحسان إلى اليتيم وإذا كان هذا العذاب بمجرد الصياح والعبوسة فكيف إذا أذله وأكل ماله أذل اليتيم وأكل ماله روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إمسح رأس اليتيم وأطعم المسكين وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله ابتغاء مرضات الله كان له بكل شعرة تمر عليها يده حسنا ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وقرن بين أصبعيه رواه أحمد والترمذي مغرباً يعني قال حديث غريب والغريب ما رواه راوي واحد وليس من الضرور أن يكون الغريب ضعيفاً وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى يتيماً إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر كالشرك ومن عال ثلاث بنات عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوان فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله أوجب الله له الجنة أدبهن بأدب الإسلام علمهن أحكام الحلال والحرام فصالت الواحدة منهن تعرف الحلال فتقبل عليه وتعرف الحرام فتجتربه فقال رجلاً يا رسول الله أو اثنتين قال أو اثنتين حتى لو قالوا أو واحدة لقال واحدة ومن أذهب الله بكريمتيه يعني عينيه أوجب له الجنة قيل يا رسول الله وما كريمته قال عينها رواه في شرح الصنة والابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه وعن عمر بالخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليتيم إذا بكى اهتز لمكائه عرش الرحمن فيقول الله عز وجل لملائكته من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب فتقول الملائكة ربنا أنت أعلم فيقول الله تعالى للملائكته إني أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة قال وكان عمر إذا رأى يتيما مسح رأسه وأعطاه شيئا خرجه بإسحاق له قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر أي كما كنت طالا فهداك فلا تنهر السائل في العلم المسترشدة قيد السائل هنا بطالب العلم بطالب العلم وإن كان كثيرا للعلماء قال السائل يعني المتسول الشحاذ يعني قال أبو إسحاق أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فضا على الضعفاء من عباد الله فعندما يأتيك طالب العلم يتعلق منك كن به لطيفا رعوفا رفيقا وأعطيه ما يريد من العلم هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقال قتادة الآن سبحان الله يعني صار التكبر من طلاب العلم على الشيخ صار طالب العلم يعني يتمنى على الشيخ بأنه يحضر عنده فإذا ما أعرض الشيخ مرة مرة عن التلميذ أو فعل شيئا مثلا بقصد أو بدون قصد تجده يعرض ويقول أنا لا أحضر عند الشيخ الأمر لك إن حضرت أو لم تحضر أنت الخسران يعني هذا مما ينبغي التنبه له أحبابنا وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة ودين يقال نهره وأنهره إذا استقبله بكلام يزجره وفي المراد من السائل قولان أحدهما وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلم ونظيره من وجه عبس وتولى وحينئذ يحصل الترتيب لأنه قال تعالى أولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا يعني غير عالم فهدى فعلمك ووجدك عائلا فقيرا فأغنى ثم اعتبر هذا الترتيب فأوصاه برعاية اليتيم ثم برعاية حق من سأله عن العلم والهداية ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه والقول الثاني أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله صلى الله عليه وعن آله وصحبه وسلم في شأن الفقراء في ثلاثة مواضع أحدها أنه كان جالسا وحوله صناديد قريش إذ جاءه ابن أم مكتوم فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديهم وقال علمني مما علمك الله فشق ذلك عليه على النبي عليه الصلاة والسلام فعبس في وجهه فنزل عبس وتولى الثاني حين قالت له قريش اجعل لنا مجلسا وللفقراء آخر فهم عليه الصلاة والسلام أن يفعله فنزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الثالث أنه كان جالسا فجاءه عثمان بعذق من تمر فوضعه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب فقال يرحم الله عبدا يرحمنا فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك وأراد أن يأكله النبي صلى الله عليه وسلم يعني العثمان أراد أن يأكل النبي هذا العذق فخرج واشتراه من السائل يفعل ذلك ثلاث مرات وكان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع فنزل وأما السائل فلا تنهر عن أبيه وغيرة يرفعه لا يمنع أن أحدكم السائل أن يعطيه إذا سأل وإن رأى في يده قلبين من ذهب مدام سائلا أعطه وإلا فرده ردا حسنا وقال إبراهيم بن أدهم نعم القوم السؤال نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة يعني نحن غير مكلفين بأن نعرف حقيقة أمرهم جاء يسأل فنعطيه وقال إبراهيم النخع وإن كان الآن كثيرون اتخذوا مهنة التسول مهنة وصار معهم من الأموال ما لا يعلم قدرها إلا الله وقال إبراهيم النخعي السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل توجهون إلى أهليكم بشيء والإبن عباس قال رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رددت السائل ثلاثا فلم يرجع فلا عليك أن تزبره يعني أن تزجره إذا رددته ثلاث مرات يعني قلت له يا أخي الله يحسن إليك ألا يعطيك يا أخي ما في مجال الله معه ثم رجع قل له ألا تفهم أنت طوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين معنى ألا عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو إذا بالدين هنا يعني الجزاء والحساب أرأيت الذي يكذب بالحساب فإن لم تعرفه فإن كنت لم تعرف ذاك الذي يكذب بالحساب فهو أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم فهو الذي يدق اليتيم وهذا اللفظ وإن كان فيه صورة الاستفهام لكن الغرض منه المبالغ في التعجب كقوله أرأيت فلانا ماذا ارتكب يعني معنى كأنت تعلم أن المخاطب يعلم ولكن تريد الآن إظهار التعجب مما فعله فلان ثم إنه خطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقيل بل خطاب لكل عاقل أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ومضوح تبيانه أفعل ذلك لا لغرب فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرب من غير هدف من غير غاية أو لأجل الدنيا فهل يليق به بيع الكثير الباقي بالقليل الفاني يبيع الدنيا الآخرة الباقية لقليلا من متاع الدنيا لا يليق بالعاقل ذلك قال ابن وجريج نزلت هذه الآية في الصورة في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبوع فأتاه يتيم فسأله لحما فقرعه بعصاه قال المقاتل نزلت في العاصب نوائل السهمي وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة وقال السدي نزلت في الوليد ابن المغيرة وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهن كان وصيا ليتيم كان وصيا ليتيم فجاءه هذا اليتيم وهو عريان يسأله شيئا من مال نفسه لا من مال أبي جهن فدفعه ولم يعبأ به فأيسى الصبي فقال له أكابر قريش قل لمحمد يشفع لك وكان هذا الذي قال له اذهب لمحمد يشفع لك كان غرضه الاستهزاء أن يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف ولم يعرف اليتيم ذلك ما نفهما صغير فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتمس منه الشفاعة وكان صلى الله عليه وسلم لا يرب محتاجا فذهب معه إلى أبي جهن فقام أبو جهن ورحب به وبذل المال لليتيم فعيره قريش عيره أهل قريش يعني وقالوا صبأت فقال لا والله ما صبأت ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة يعني رمحا حربة خفت إن لم أجبه يطعنها في أن يقتلني ورؤي عن ابن عباس أنها نزلت في منافق جمع بين المخل والمراباة وقيل إنه عام لكل من كان مكذبا بيوم الدين وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعة وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب أو الرهبة من العقاب فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المشتهيات واللذات يعني إلا وفعلها فإن كانوا القيامة كالأصل لجميع أنواعي المعاصي والكفر وقيل الدين ها هنا الإسلام أرأيت الذي يكذب بالإسلام لأنه عند الإطلاق يقع عليه الدين عند الإطلاق يقع على الإسلام فقط إذ سائر الأديان الباطلة لا تسمى دينا إلا بضرب من التقييد أم كدين النصارى ودين اليهود لكن تقول الدين يعني الإسلام لا يحتاج إلى قيد وقال أكثر المفسرين إن المرادة بالدين هنا الحساب والجزاء إذ لا يقدم على كل قبيح من غير مبالا إلا المنكر للمعاد لذلك أحبابنا الإقدام على المعصية والإصرار عليها مؤشر خطير مؤشر خطير على أن المرتكب بهذه المعصية وكأنه ينكر الجزاء يوم القيامة يعني هو إن لم ينكره بلسانه ولكنه ينكر ذلك بأفعاله يتمادى بسفك الدماء يتمادى بسلب الناس أموالهم ويتمادى بالظلم وإيقاع الظلم بالآخرين يتمادى 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 وكأنه يقول لا يوجد يوم يحاسب فيه العباد قوله تعالى فذلك الذي يدق اليتيم أن يدفعه بعنف وجفوة حاصل الأمر في دعي اليتيم أمور أحدها دفعه عن حقه وماله بالظلم والثالي ترك المواساة معه لا يواسي اليتيم وإن لم تكن المواساة واجبة فقد يلام المرء على ترك النوافل يعني اليتيم معه مال فأنت يندب لك أن تواسيه وأن تعطيه شيئا من المال أيضا هذا نافلة هذا غير واجب علي ألا تعلم بأن الإنسان يلام يوم القيام على ترك النوافل كذلك تلام هنا على ترك المواساة اليتيم لأن اليتيم بحاجة إلى من يواسيه الطفل الصغير وإن كان معه فلوس في جيبه إذا أعطاه أبوه فلوسا فرحا وكذلك اليتيم هذا يفرح إذا أضفت إلى ماله مالا قلاسيما إذا أسند إلى النفاق والثالث أن يزجره ويضربه ويستخف به وهذا من كبائل الإثم هذا من كبائل الإثم أن تضرب اليتيمة وفي قوله يدع بالتشديد فائدة وهي أن يدع بالتشديد معناه أن يعتاد ذلك أن يعتاد الزجر والضرب والدفع والعياذ بالله فلا يتناول الوعيد من وجد ذلك عنه نادرا وندم عليه ومنه سمي ذنب المؤمن لمما ليه؟ لماذا لمما؟ قال لأنه كالطيف والخيال يطرأ ولا يبقى تطرأ المعصية فيندم فيستغفر فتزول ولا يعتاد فعلها قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين فيه وجهان أحدهما أنه لا يحض نفسه على طعام المسكين يعني على الطعام المسكين ليه؟ لقساوة قلبه وخساسة طبعه بخيل دليل شحيح والثاني أنه لا يحض غيره بسبب أنه لا يعتقد في ذلك الفعل ثوابا يعني هو لا يفعله وكذلك لا يحض غيره على فعله وعلم أنه تعالى وصف المكذب بالدين بوصفين الأول أحدهما من باب الأفعال وهو دعو اليتيم والثاني من باب التروك وهو ولا يحض وإنما اقتصر عليهما على سبيل التمثيل كأنه تعالى ذكر من كل واحد مثالا تنبيها بذكره على سائر القبائح يعني الذي يكذب بالدين يفعل ما شاء من المنكرات وكذلك يترك ما شاء من الخيرات يفعل ما شاء من المنكرات ويترك ما شاء من الخيرات ليه؟ لأنه لا يرى في فعل المنكر عقابا ولا يرى في فعل الخير ثوابا ليه؟ لأنه يكذب بالدين فتجده كالبهائم يعيش يعطي نفسه ما تريد ولا يمنعها شيئا أبدا قال كأنه تعالى ذكر من كل واحد مثالا تنبيها بذكره على سائر القبائح أو لأجل أن هاتين الفصلتين كما أنهم قبيحتان منكران بحسب الشرع فهما منكران أيضا بحسب المعوئة الإنسانية وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء لا يجدرئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل منه ذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشد يريدون وجها رواه مسلم قوله ما شاء الله أن يقع ولد في تفسير الآية أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو طردت هؤلاء جلسنا إليك وحادثناك فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أنا بطارد المؤمنين قالوا فأقمهم عنا إذا جئنا يعني لا تطردهم ولكن إذا ما جئنا قل لهم يعني إذا سمحتم قوموا قال نعم وافقهم على هذا الطلب طمعا في إيمانه قيل معناه يدعون ربهم بالغداة لطلب التوفيق والتيسير وبالعشد لطلب العفو عن التقصي يدعون ربهم بالغداة والعشر وقيل يعني به دوام عبادتهم وإنما خص طرفي النهار بالذكر لأن من عمل في وقت الشغل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل أن أشد عملا وقوله يريدون وجهه أن يخلصون في عبادتهم وأعمالهم بالله ويصح أن يقال يقصدون بأعمالهم الفوز بلقاء الله ورؤية وجهه الكريم وفي الحديث النهي أن يعظم أحد لجاهه أو أبويه يعني لأجل جاهه أو لأجل أبويه وعن أن يحتقر لخموله ورفاثة أثواله شيخ مروان أنت معنا؟ معنا شيخ مروان؟ شيخ مروان معنا؟ وعن أبي هبيرة عائد بن عمر المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر أيها الماء الماء عندك لا يعمى طيب إن شاء الله خير طيب شيخ قاسم معنا نعم شيخ مروان ممكن تقرأ أنت قليلا إن شاء الله نعم وعن أبي هبيرة فضل بسم الله وعن أبي هبيرة عائد بن عمر المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم قالوا ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه منه من أبي سفيان يعني هم كانوا يريدون أن يقتل أبو سفيان لما رأوا في الماضي من ظلمه وبطشه نعم وقوله يا أخي روية بفتح الهمزة وكسر القائ وتخفيف الياء وروية بضم الهمزة وفتح القائ وتشتيد الياء الثاني ما أخذها ضبطوه بوجهين أحدهما ما أخذها بالقصر وفتح القاء والثاني بالمد وبكسرها وكلاهما صحيح يعني مآخي فيها مآخي فيها نعم وكلاهما صحيح وهذا قيل لأبي سفيان قبل أن يسلم بعد صلح البدريبية نعم ما أخذها قيل مفعول به وقيل مفعول فيه ويجوز أن يكون مصدرا والكلام إخبار فيه معنى الاستفهام المتضمن للاستطاع استعار الأخذ للسيف تشبيها له بمن له حق على صاحبه وهو يلزه ويطالبه والغريم يمتنع عن إيفاء حقه ويماطله انتهى قوله أتقولون هذا أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم هذا من الصديق رضي الله عنه تأليف تأليف قلب أبي السفيان جميع طمعا أن يؤمن وخوفا من أن تأخذه حمية الجاهلية إذا سمع منهم أمثال هذه الكلمات ويستمر في كفره قوله فقالوا لا قال القاضي وقد رؤي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه نهى عن مد هذه الصيغة وقال قل عافاك الله رحمك الله لا تزد أي لا تقل قبل الدعاء لا فيصير صورته صورة نفي الدعاء أيها لما قالوا هنا قالوا لا يغفر الله لك تمام لا وسكت يغفر الله لك وليس لا يغفر الله لك فهنا قال رؤي عن أبي بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة يعني لا تقل لا يغفر الله ليه قل لا يتوهم متوهم أنك تدعو عليه بعدم المغفرة ماذا نقول قال قل عافاك الله قل عوضا عنها عافاك الله أو تقول لا يغفر الله لك وتسكت تجعل سكت بين كلمة لا وبين يغفر الله لك نعم وقال بعضهم قل لا ويغفر الله لك أيها بالواو بالذكر الواو ويغفر الله لك نعم ويغفر الله لك قوله أخي أو أخي روية بالتصغير وهو تصغير تحبيب وترفيق وملاطفة وروية مكبرا مكبرا يعني أخي نعم فيه فضيلة ظاهرة فيه فضيلة ظاهرة لسليمان ورفقته لسلمان ورفقته هؤلاء وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم جميل وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسط وفرج بينهما رواه البخاري وكافل اليتيم القائم بأموره وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار الراوي وهو مالك ابن أنس بالسبابة والوسط رواه مسلم جميل وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه فالقريب مثل أن تكفله تكفله طمو أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته والله أعلم الثالث والرابع كافل اليتيم هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه فضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من اليتيم بولاية شرعية يعني من مال نفسه أو من مال اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم هذا الكفيل عندما يكون هناك يتيم معه مال لا يحتاج إلى من ينفق عليه فيأتي هذا اليتيم أنا أتولى أمره أنفق عليه من ماله بتقوى ومراقبة لله عز وجل وأرعى مصالحه من تدريس ونظافة وتربية وتوجيه أنا أعتبر الآن كافد اليتيم وإن كنت لا أنفق عليه من مالي وإن لا أنفق عليه من ماله مع ما دمت أرعى حق الله فيه فأنا كافد لليتيم وإن لم أنفق عليه من مالي هذا مراده يعني هذا المراد نعم شيخنا حفظ أو لغيره راجع إلى الكافر أي أن اليتيم سواء كان للكافر من دور رحمه وأنزابه أو كان أجنبيا لغيره يكفل به وقوله في الجنة خبر خبر أنا وقوله هكذا نصق على المصدر متعلق بالخبر قوله وأشار بالسبابة والوسطى أي أشار بهما إلى ما في ضميره صلوات الله عليه من معنى الانضبام وهو بيان قوله هكذا أي هو معه في الجنة وبحضرته معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الذي يقفل اليتيم هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعم هو معه في الجنة وبحضرته غير أن كل واحد منهما على درجته فيها إذ لا يبلغ درجة نبينا صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء عليه السلام فكيف بغيرهم وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين أصبعيه السبابة والوسطى فيفهم من الجمع بينهما المعية والعضور ومن تفاوض وكأن أحبابنا كأنه والله أعلم أنا ما قرأت هذا في كتاب ولكن هذا ما ينبغي يعني أن يقرر والله أعلم أن الجنة الخاصة بالنبي الكريم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام والتي لا يحضرها إلا الأنبياء هذه جنة خاصة وكأن هناك جنات جنات فرعية هي للنبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بها يلتقي بها بأصحاب هذه الأحوال بأصحاب هذه الأحوال يعني لا يدخل هذه الجنة التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام وعدت للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها لا يدخلها إلا من كان يكفل هذا اليتين أما الجنة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فتلك هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم ويحتمل أيضا أن أصحاب هذه الأحوال الذين يكفرون الأيتام يكونوا معهم مثل ما يسمى كالتبلانش أو أذن عام يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام متى شاءوا إلى جنته الخاصة به وذلك لأنهم حققوا الشرطة وهو أنهم قاموا بكفالة اليتيم على النحو الذي أمر الله وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهم يدخلون إلى جنته ويلتقون به متى شاءوا دون شرط دون إذن وهذا لا مانع منه لأن المعصوم ماذا قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين فكيف يكون هو معه في الجنة عندما يؤذن له بالدخول متى شاء وكيف ما شاء نعم يا سيدي فيفهم من الجبع بينهما المعية والحضور ومن تفاوت ما بينهما اختصاص كل واحد منهما بمنزلته ودرجته وقد نصى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله المرء مع من أحبه وله مكتسب قال الترمذي الحكيم وإنما يزن على هذا سائر الأعمال لأن اليتيم قد افتقد تربية أبيه وبره ولطفه وتعاهده مصالح أموره وهي أعظم الأغذية والله تعالى ولي ذلك كله يجريها عن الأسقار فإذا قبض أبويه فهو الولي لذلك اليتيم في جميع أموره كما روي عن عطاء قال قال موسى عليه السلام يا رب تميت أبوي الصبي ومن لا حيلة له وتدعه هكذا قال يا موسى أما تربى بك كافلا ومن أسمائه تعالى الكفيل والوكيل فإنما توكل لعباده وتكفل لهم بما يحتاجون إليه وهو حسبهم فاليتيم كافله خالقه فمن مد يده إلى كفالة هذا اليتيم فإنما ذاك عمل يعمله عن الله لا عن نفسه والرسل من شأنهم أنهم يؤدون عن الله حججه إلى خلقه وبيانه وهدايته فلذلك صار كافل اليتيم بالقرب منه في الدرجة والموقف وليس في الموقف بقعة أروح ولا أطيب ولا آمن من البقعة التي يكون فيها محمد صلى الله عليه وسلم فإذا نال كافل اليتيم القرب من تلك البقعة فقد سعد جده نقفنا في هذا القدر كفائي نقفنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم